السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير صباحكم تفاقل وامل النهاردة عندنا حمام بصوا ما شكلهم الجمال اوي اوي الصراحة الواحد ما كانش عايز اتباحهم كان عايز اتفرج عليهم بس كده عادو كان نفرحانين بهم اوي اوي بس احنا بقى ايه دباحناهم عشان ناكلهم يوسف ابني وقع على رجله اتكسرت فقلت بقى ما اعمل له حمام يشرب الشربة بتاعته كده عشان خطر هو هتقعب خلص في الكسر بتعرجله واجعه جدا وكان متقلم وتعبين وكده يوسف هنا فرحان موت فرحان خالص بالحمام اوي اوي سلطان هنا كان بيناولنا الحاجة عشان نتباحه ونحطه في الجردل نتباحه ونحطه في الجردل على طول اللهم صلى وسلم وبرك على سيدنا محمد انا برضو عيانة عيانة وبياخد علاج ويوسف اتقصر هو الحمد لله كل خير من عند ربنا الحمد لله هنعمل النهاردة حمام صحية الصبح فطرت الاولاد ومشيتهم على المدرسة وعملت الحمام وعملت الرز بتاعه والخلطة بتاعته وروحت للمستشفى جبست رجلي يوسف وجيت كملت الاكل وكده هنا بقى بعد ما دبحتهم عشان ما نفقاش هتباحهم قدامكم منظفتهم حاطات مية على النار هنعمل بقى الخلطة بتاعت الحمام اللي هتجني ان الدنيا كلها من ايد ستو كل حميتي هنا حاطات شوية ملح في الماء المغلية وحط الرز اللي انا حسب الكمية اللي انا عايزها هتاخد نص سلقة بس نص سلقة بس هنديها نص سلقة والخلطة دي صراحة عجبتني اكتر من اي خلطة تانية عمالتها قبل كده انا انجربت كزا خلطة بس الخلطة دي عجبتني اكتر هصلق هنا الرز نص سلقة هسيبه على النار او هصلقه نص سلقة ما تسلقهوش ولا ثلاث تربع ولا كده نص سلقة بس عشان الرز ما يبقاش معاجل معاك في الحمام وحطوا فيها شوية ملح عشان برضو ايه يبتدي لرز طعم ممكن تحط الملح بره ممكن بس الاحسن انت تحط الملح في الميا تمام كده تمام هنا الرز السلقة نص سلقة هوت قدامكم طلع منه شوية عشان اوريكم ان هو اه مش مستوي ده هوا نص سلقة المستوي ببابين والنص سلقة اللي هو لسه مستويش بيبقى باين بتبقى الواحدة شايفاها انا بوريكو قدامكم هو ان هو ايه مش بيتكسر قدامي هو الحبة بتاعته كاملة ومش متكسرة قدامي كده اخد معايا نص سلقة همسوكو بقى صفي حط الملح اه ده الحمام بتاعي اللي ده باعته اللي كان نص ساحق قدامكم دلوقتي اه هحطه كده هنقعه بعد ما نظفته كويس تحت الحنفية نظفته مرة واثنين وتلاتة وتحت الحنفية بحط بقه كده تحت الحنفية وخلي الماء تنزل من عليه كده نظف كل جواه وروح اصر عليه لمون كده وشوية ملح واسبه في المياه يتنقع معيه لغاية ما روح المستاش فواجي الرز بتاعنا هنا اللي تسلق نص سلقة هروح حط عليه سامنة سامنة بتاعتك اللي انت بتستخدميها ايان كان نوعها سامنة بلدي هيبقى فوق الرائع سامنة رواب ورده جميلة سامنة اللي انت بتستخدميه زبدة كل ما تستخدمي نوع سامنة كويس كل ما هيبقى التعمل معيك هيبقى احلى اول ما تنزله من على النار وتصفيه تروح حط عليه على طول عشان سامنة تسح معيه وهتحط بقى التوابل بتاعتك الجميلة دي التوابل بتاعت اللي انا بضربها على طول في البيت بضربها في الخلاط على طول في البيت اللي هما سبع بهرات بروح ضربهم في الخلاط عندي بيبقى لهم طعم ورحة حلو حط هنا الملح بتاعي والبهارات بتاعتي والفلفل الاسمر والسامنة وهقلبها وهحش بقى الحمام ما فوت بقى ان انا هحش بقى الحمام بس انا عارفة ان انا هتأخر في المستشفى كنت متأخرة دلوقت ان انا هروح وهقعد اتأخر هناك فجهزت حكت كده على ما رحت وجيت حشيت بي الحمام على طول وضغط دينا بنجز في الوقت يعني طول ما انت حسى كده تنجز في الوقت عشان خاطر متعطلش درنيتي كلها هنا انا باوريكو هن هي رجلي ورمة واحنا ماشيين رجبين التوكتوك وماشيين راحين المستشفى دي كده من شقاوت العيال شقاوت العيال من بهدي ليهم بتخلي العيال شقاوتهم بتخلي بتأذيهم هنا بقى بعد ما جينا بعد ما جينا من المستشفى جباس له رجله عمل له كبيرة عشان عنده تمزق في الاربطة ربنا يشفيه ويشل عنه ويشفي كل مريض يا رب هنا بقى جيت غسلت الحمام بتاعه كويس من اللمون وهمسكه بقى احشيه احشيه هنا من فوق وارجع احشيه او عشان املى الفراغات الحمام ده احنا المربيينه وبمسكه اطباحه وطلع على الحصولة بتاعته وروح مسوي كاكده اسوي كله تحت الجلد بالروحة عشان خطر الجلد بتاعه بيتفتح بسرعة لما خدتش بالك منه ويتفتح منك يوسف هنا هو القاعد بقى بيصورني وطلب ما انك قاعد مش هتروح مدرسة ولا هتروح درس ولا اي حاجة قاعد بقى ايه يساعدني قاعد فرد رجله وايه وقاعد بيصورني بصوا كده بقى ما بخلهوش ما باملهوش قوي عشان ما يفرقعش مني فرقعت مني برضو واحدة بس ما فرقعتش قوي قوي يعني اللي هي لقى حاجة بسيطة كده بروح مدخلها بقى الرجلي كده في الحتة اللي هي دي اللي انتو شايفينها دي واروح برضو عشان اتأكد انه رجله ما يطلعش منه اروح افلاه برضو بخل السنين افلاه من فوق بخل السنين وافلاه من تحت كده برضو بخل السنين واروح مسكت جناحات بتاعته الورا عشان يبقى شكلها حلو بس انا الصراحة عشان خطر انا عيانة وعدتي كانت واجعاني وبرد وكده وايالي عيانين فما حمرتهوش سلقناه سلقته عادي وكان زي الفل اروح مسكت جناحات وحطها الورا كده عشان يبقى شكلها حلو سلقته وكانناه على طول محمرتهوش عشان خطر التحميل والزيت والسمنة وكده واحنا اصلا تعبني من غير اي حاجة تمام كده تمام كده هرحش كله بقى كده معي ادخل الرز كده ما بين الجلد وبعضه اللي انا مسواكاه بالروح علشان خطر الجلد ما تفتحش مني لانك انت لو ما خدتش بالك وانت بسواكي كويس الجلد هيتفتح منك وهيتقطع وهيبقى منظره مش كوي حلو ودي اطعم حتة اصلا في الحمام كلها هي الحتة دي يعني الحتة اللي فوق دي بتاعته دي اللي مطرح ما بيقل منها دي اطعم حتة كله يعني انا اصلا باكل الحمام عشان خطر الحتة دي بحب الحمام جدا بزبع بالحتة دي همسكها اقفلها كده بفوق بخلط السنان بالروحة بعمل بالروحة كده بالروحة الحمام بالزات معاك بيبقى طري بز انا دوة انا عارفة عمره قدينا لان انا المربيه فهو طري جدا صغير وطري جدا هلازم انت خلي بالك من الجلد بتاع عشان ما ايه ما يتفتحش ويبوز منك هنا خلصت الكمية بتاعتي كلها معاك وكده عشان خطر ما ايه ما ما دايقوش انا عملت معاكو اتنين عشان خطر برضو ايه ما دايقوش فايه فعملتها حشتها كده كلها وغلت هنا ميا غلت ميا وروح تحطوها وحط البصل وحتى برضو التوابل بتاعتي توابل ايه توابل انت عايز تحطيها بس انا بتحمها وحطها ما ورداش تحطها سليمة بحبها مطحونة اكتر من لما تكون سليمة وانت يحطوها والفلفل الاسمر بتاعي اي حاجة بقى انت عايزة تحطيها حطيها جزر كرافس الحاجة اللي عندك حطيها حطيها بس الصراحة كانت شربته روحة هنا بقى عملت جنبها ده الرز اللي كان فائد معايا من الحمام اه كملت سواه وعملت ملوخية وحطت الشربة هنا اللي عايز ياكل ملوخية ياكل عايز ياكل الشربة ياكل يحط يعني بالشربة يشرب وهنا الحمام بتاعت انا قلت لكم ان انا محمرته اش مش عايزة محمره عشان اه كلناナ عينين وكده وصلاة تو بس صلاة تو حتو